تتجاوز الأدلة طوق السرية الذي تضربه إيران على سجونها فينكشف ما يجري خلف الأسوار من تجاوزات وفضائع بحق المعتقلين تقرير جديد لمقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران أسماء جهنغير ندد بالوضع الصحي لسجناء دخلوا في إضراب عن الطعام منذ الثلاثين من يوليو المنصر احتجاجا على نقلهم بصورة قصرية إلى جناح شديد الحراسة في سجن رجاء شهر في مدينة كراج واعتبر التقرير أن حرمان السجناء من التواصل مع آئلاتهم ومحاميهم أمر مخالف تماما للقانون الدولي حسب تقارير لمنظمة العفو الدولية نقلت السلطات الإيرانية قصرا 53 سجينا سياسيا إلى ما يعرف بالقسم 10 من سجن رجاء شهر أو ما يعرف لدى الإيرانيين بقسم الرعب قسم استحدثه النظام الإيراني من أجل إخفاء المعتقلين الذين تنوي طهران تصفيتهم خارج إطار القانون بل واستنسخته في سجون عدة كما هو الحال بالنسبة لسجن إيفين شمال غربي طهران وغالبا ما يعطى لمن يتم نقلهم إلى هذا القسم أسماء رمزية حتى لا يتم العثور عليهم من قبل المنظمات الحقوقية الإيرانية والدولية التي تراقب أوضاع المعتقلين في كل الأحوال لم تحسن التقارير الغاضبة على كثرتها من أوضاع المعتقلين السياسيين في السجون الإيرانية حسب متابعين للمشهد ولم تضمن تلك التقارير نزاهة المحاكمات والحدود المقبولة من حقوق المعتقلين بل باتت إيران اليوم تتربع في المرتبة الأولى عالميا في تنفيذ الإعدامات نسبة إلى عدد السكان ترجمة نانسي قنقر